علشان دايما تتطمن على مستقبل الناد الاهلي لازم تتطمن على الاساس علشان تبني عمارة وتطلع براحتك كذا دور وتتطمن على مستقبل الناد الاهلي لازم تتطمن على الاساس الناد الاهلي هو براع من الناد الاهلي لو عايز تتفرج بقى على المتعة في الكورة والمواهب والمهارات لازم تنزل تتفرج على مدرسة الكورة مدرسة الكورة ما شاء الله عندنا لعيبة وعندنا مواهب وايضا كمان عندنا مدربين عندهم خبرات كبيرة في التعامل مع السن ده إن السن ده محتاج تعامل خاص إزاي توصل لولد عنده تسع سنين وعنده عشر سنين وعنده حداشر سنة إزاي توصل لتفكيره علشان تقدر توصله المعلومة بشكل سهل زي المدرس بالزبط في المدرسة النهاردة يعني في البداية برحب يعني باتنين مدربين كبار معايا النهاردة في براع مناد الأهلي ببتدي بالكابتن حسين شكري بنورنا وشرفنا كابتن حسين بنعزك أنا بتشرف إن أنا موجود مع أحد لك طبعا كابتن أحمد حسن دروكبة دروكبة النشاء دروكبة صح؟ منورنا يا كابتن ربنا يا خليك يا كابتن أسامة طبعا أنا مبسوط إن أنا معك وبأتمنى لك التوفير معك كابتن حسين طبعا وبأتمنى التوفير لكل أسرة البرنامي إن شاء الله نبتدي بقى كابتن حسين طمنا في البداية بقى على برع مناد الأهلي يعني الحمد لله رب العالمين دايما المستقبل مناد الأهلي مشرق عندنا لعبة ما شاء الله مميزين من كل النواحي الفنية والمهرية وإنت عارف إن حضرتك برضو إن إحنا في الشغل في الناد الأهلي ما بنشتغلش كرة وبس نحن بنشتغل دايما الكرة ودايما جنبيها الحاجات كتيرة جدا زي ما طبعا الكابتن كان لما عمل معنا في بداية الموسم اجتماع وكده كان أكد برضو على العنصر بتاع الولاد في المراحل التعليمية يعني لازم الولاد برضو زي ما بيدي حقه في الملعب وفي الكرة والكلام دا كله لازم يكون إن هو متفوق دراسية جانب بقى الحاجات اللي إنت عارف حضرتك برضو اللي هي المبادئ بتاعت الناد الأهلي والكلام دا كله إزاي أنت بتطيع المدرب إزاي أنت بتنبدري إزاي أنت بتحقل إن إنت تاكل كويس إن إنت بتلعب في الناد الأهلي إن تغير أي حد تالي إن إنت لازم تكون دايما متفوق حتى في دراستك حتى في الناد الأهلي ما بيقبلش إنت عارف غير المركز الأول سواء صغيرين أو كبار في حاجات كتيرة جنب الكرة برضو إنت بتحاول إن إنت تديها للولاد بحيث إن إنت لما بيطلع عندك عنصر زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البداية إن إنت عايز تبني عمارة فلازم الأول الأساس بالزبط إن إنت تعمل الأساس كويس عشان كله إنت طالع تبقى أنت مستريح ما عندكش مشكلة في حاجة فالأساس عندنا في الناد الأهلي البراعم لازم يبقوا متأسسين كويس يبقوا واخدين كل العناصر اللي بتهيأهم إن هم يطلعوا إن شاء الله بأمر الله إن هم يبقوا لعيبة مميزة في الفريق الأول بأمر الله